اشتركوا في القناة ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم طربا لدى هذا الجلال الاعظم الكوكب الارضي حين وطئته امسى حصاه يتيه فوق الانجم اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات ونجدد معا التحية عبر ملتقى الفكر الاسلامي في رمضان في رمضان في شهر القرآن تصف النفوس والابدان ويعم التفاؤل والابتسام ونحن في رمضان نجد قيما نتمسك بها ربما لا نتمسك بها طوال العام ونحن في رمضان يتمنى المرء ان يكون العام باكمله رمضان كي يصبح اجمل كيف يمكن ان يكون اجمل وقيمة مثل قيمة التفاؤل هي قيمة قليلا ما نتمسك بها ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة في انه فيما روي عنه تفاؤلوا بالخير تجدوه هل يمكن ان يكون التفاؤل منهاج حياة ام هل يمكن ان يكون التفاؤل بمثابة محطة في حياة الانسان يستطيع من خلالها الانطلاق الى ما هو افضل حول مفهوم التفاؤل وركائزه في الاسلام نعيش في رحاب هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الاسلامي وفيها نرحب بفضيلة الدكتور محمود الابيدي من علماء وزارة الاوقاف المصرية اهلا وسهلا يا سيدنا سعداء بكت فضلت لك معنا ونرحب بفضيلة الدكتور احمد علي سليمان اهلا وسهلا فضلت الدكتور احمد اهلا وسهلا دكتور عمر فضلت الدكتور احمد علي سليمان هو عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية له العديد من الإسهامات العلمية حيث قدم للمكتبة العربية والإسلامية أكثر من 18 كتابا في الفكر والثقافة العربية والإسلامية وكتب 45 بحثا منشورا وله أكثر من 1500 مقال منشور في الصحفي والمجلات والدوريات المصرية والعربية كرمته عديد من الجامعات والمؤسسات في كل البلدان التالية مصر السعودية السودان الجزائر الأردن فلسطين أندونيسيا استراليا الدنمارك بلجيكا وهولندا وغيرها من الدول وسجل علمي حافل نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بكل ما فيه من أعمال علمية كبيرة الكلمة الآن بعد إذن فضيلة الشيخة الدكتور محمود الأبيدي نبدأ مع الدكتور أحمد علي سليمان حول هذا المفهوم مفهوم التفاؤل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي رضي العباده الإسلام دينا وجعله دينا قويما وهدى به صراطا مستقيما وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا ومصطفانا ومجتبانا محمد رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملع الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييك دكتور عمر وأحيي فضل الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين في كل مكان كل عام وحضراتكم بخير ونشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك وفي هذا الحرم المبارك ونشكر وزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة على عقد الملتاق الفكر الإسلامي ونسأل الله عز وجل السدادة والتوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى أيها المشاهد الكريم التفاول في حياة الإنسان لا يقل أهمية عن الطعام والشراب فإذا كان الطعام والغزاء وقود الجسم فإن الأمل والتفاؤل وقود النفس والقلب والعقل والروح والوجدان ومن ثم لا يمكن أن نتصور حياة سليمة ولا تجديدا ولا إبداعا من دون أمل وعمل ورغبة في الحياة لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن لا تكون الحياة سابدة جامدة بل أرادها الله عز وجل متغيرة متبدلة متحولة فيها المفرحات وفيها المنقصات فيها الخير وفيها الشر فيها الغنى والفقر فيها الصحة والمرض فيها العطاء والحرمان فيها الطاعة والمعصية فيها القوة والضعف كما أراد الله عز وجل أن يكون الإبتلاء سنة كونية وهو من طبيعة العيش في هذه الحياة يأتي للطمحيص والفرز والاختبار ورفع الدرجات وتكفير السيئات ويأتي لتصحيح المصار ولحكم كثيرة يعلمها الله والمؤمن يحترم أقدار الله عز وجل في الكون وفي الخلق وفي الحياة والمؤمن يعلم أن بعد العسر يسرى وأن بعد الضيق فرجا وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اليأس والقنوط مهما كانت الظروف والمصائب إن اليأس والقنوط بعيد عن الإسلام بل إن اليأس أعدى أعداء الإسلام اليأس لا يتمكن إلا من الضعيف الذي هزمه الشيطان في عراق الحياة وفي حراقها وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييأس من شيء بل كان دائما التفاؤل والاستبشار بتوفيق الله عز وجل لم ييأس لما أذاه المشركون لم ييأس لما عزب المسلمين لم ييأس من مقاطعة المشركين له ولزويه ولأقاربه حتى زاقوا الفقر والفاقة لم ييأس النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض للأزى من أهل الطائف لم ييأس لما خطط المشركون لقتله صلى الله عليه وآله وسلم لم ييأس هو وصحبه في الغار والمشركون في خارجه لم ييأس النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه بعض المطاردين لم ييأس لما دخل المدينة وهي بيئة جديدة وقد طرق المهاجرون أموالهم وأرضهم وضيارهم وكل ما يملكون في مكة يا صاحب الهم والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله التفاؤل أيها المشاهد الكريم منحة ربانية له قيمة عظيمة بيد أنه تتعاظم أهميته وقيمته ومكانته في معترك الحياة في ضغطها وضعفها وملماتها وتحدياتها وآلامها وآمالها إن المربين النابهين هم أولئك الذين يزرعون التفاؤل والأمل في نفوس النشأ لتنمو أشجاره بعناية وتؤتي ثماره مع دخولهم غمار الحياة حاملة عبارات الخير قادم الخير قادم الخير قادم المستقبل يحمل الخير فهذه الكلمات التي يجب أن تكون حاضرة على الدوام في المناهج التربوية وفي القوالب الإعلامية وفي المناشط الثقافية والدعوية كفيلة بإقالة النفوس من عثراتها كفيلة بتعبيد سبل الحياة وإصلاحها للسير الآمن والمطمئن فيها فما هو التفاؤل أيها المشاهد الكريم التفاؤل يعني الإنشراح والتفاؤل هو ميل أو نزوع نحو النظر إلى الجانب الأفضل للأحداث أو الأحوال وتوقع أفضل النتائج وأعلى مراتب التفاؤل هو توقع الشفاء عند المرض والنجاح عند الفشل والنصر عند الهزيمة والفرج عند القروب وانقشاع الغمة عند المصائب والنوازل والمؤمن دائما مقبل على ربه مرتبط بمشيئته الكرآن الكريم والتفاؤل أيها المشاهد الكريم التفاؤل صناعة إسلامية بامتهاز وإذا تأملنا الكرآن الكريم وتتبعناه لوجبنا مئات الآيات التي تمنح الإنسان التفاؤل والقوة فتزيد المؤمن قوة إيمان وقوة رضا وقوة تسليم وقوة علم وعمل والتفاؤل له أسرار خفية وأنوار جلية نستلهمها من إشعاع الكرآن الكريم في آياته العظيمة التي ترسم لنا طريق الأمل العريض حتى نعيش فيه ويعيش فينا بلا إفراط ولا تفريض وننعم برحمات الله عز وجل وعونه على الدوام إن الكرآن الكريم هو كتاب التفاؤل وهو كتاب الحيوية والإيجابية يبعث الناس على العمل بل إنك تجد التفاؤل في الكرآن الكريم من أول لحظة تقرأ فيها كلام الله عز وجل فأول آية في الكرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تعني استعانة بالله وهي عنوان التفاؤل ونجد التفاؤل أيضاً في أول كلمة في صورة الفاتحة الحمد لله وهذا غاية في الإعجاز والروعة والجمال والجلال الحمد لله على نعمه الحمد لله على كل شيء أتذكر نعم الله عز وجل علي في سمعي وفي بصري وفي عقلي وفي أصل خلقتي في الهواء في الماء في هذه السماء في هذه الأرض فأقول الحمد لله وعندما ننظر إلى مستهل صورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإنك ستجد الصورة مصدرة بالهداية وهي تفاؤل في أسمى معانيه ومراميه ونرى مثلاً نبي الله عز وجل نوحاً عليه السلام يظل تسعمية وخمسين سنة يدعو قومه إلى الإيمان فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً دعاهم ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً دون كلل أو ملل ألا يبعث ذلك على التفاؤل والأمل إن تقليب البصر والبصيرة في كتاب الله الخالد تبعث الأمل العريض في النفوس وفي القلوب يقول الحق تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويقول أيضاً الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي تسكن وتستأنس بجلال الله عز وجل فتطمئن ومن ثم يزول قلقها واضطرابها وقد وردت هذه الآية الكريمة في صورة الرعد والرعد مخيف فجاءت هذه الآية لتبس الأمل العريضة والتفاؤل الكبير والطمأنينة والسكينة في قلوب الذاكرين إن العيش في رحاب الآيات الكرآنية الجليلة الباعثة للأمل والتفاؤل كفيل بتكوين إنسان هادئ 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 هادي صالح مصلح تقي نقي آمن مستقر ومستمر في أداء وظيفته في إعمار الكون وفي إسعاد الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام هو منبع الأمل ومنه تنبثق أنهار التفاؤل وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسنى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن ويقره الطيرة قال الحافظ بن حجر رضي الله عنه وأرضاه وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل الحسن وإنما كان يعجبه الفأل الحسن لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به جل وعلا والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال وقد كان عليه الصلاة والسلام يتفاؤل في المشكلات وفي الأزمات وفي الملمات وفي شأنه كله ولا يكون ذلك إلا بالاعتماد على الله جل وعلا والصقة فيه سبحانه وتعالى ثم الصقة في النفس لذلك كان دائماً يعلم أصحابه والمسلمين التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والأغز بالأسباب وطرق الأمور لله والتأمل في الله عز وجل التفاؤل وحسن الظن بالله التفاؤل أيها المشاهد الكريم برهان صاطع على حسن الظن بالله رب العالمين يسعد النفس والقلب ويوحد قوة الروح وقوة الجسد ويجعل حياة الإنسان خالية من الأسى والنكد وخالية من التشاؤم إن الاستغفار والتفاؤل حل للمشكلات والهموم وحل للأحزان يقول الحق تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا ومن هنا نتلمس أهمية الذكر في حياتنا لذلك علينا بكسرة الاستغفار استغفروا الله ننجو جميعا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيها المشاهد الكريم ومن الكلمات الكرآنية الجليلة التي تزرع الأمل وتغرس التفاؤل في النفوس كلمة عسى وكلمة لعلى فهما يبعسان في النفس التفاؤل والإطمئنان وتزرعان الأمل في حياة أفضل يقول الله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ومن الكلمات أيضا التي تبعس على التفاؤل والأمل قول الله سبحانه وتعالى كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء خمس صفات ومن يملك هذه الصفات الكاملة فهو جدير بأن ندعوه بقولنا بيدك الخير ويا لها من عبارة غاية في البشارة والتفاؤل وتحقيق المطلوب لأن من بيده الخير هو على كل شيء قدير ومنها ما يريح نفوس المكلومين والمجروحين والمظلومين يقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا ويا لها من رسالة غاية في البلاغة والإعجاز فكلمة الفصل رسالة قوية للظالمين ولمن يرتعون في مهاو الظلم ولمن يرتعون في مهاو الظلم وبراس الكذب والنفاق والضلال والإضلال وفي الوقت ذاته رسالة تحمل في طياتها بلسما وطرياقا وعلاجا نهائيا لجراح كل مظلوم وكل مكلوم وكل مجروح وهناك الكثير من الآيات والكلمات النورانية التي تشع نورا وتفاؤلا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ومن هذه الكلمات التي يذكرها الصالحون فوض الأمر إلينا تجدنا نحن أولى بك منك كن مع الله لا رازق غير الله لا رازق غيرك سبحانك ما شاء الله كان وما لم يكن الدراسات العلمية الحديثة تحسنا على التفاؤل وقد كشف العلم الحديث عددا من الحقائق والأسرار عن التفاؤل وعن أهميته للوقاية من الأمراض حيث إنه ينشط أجهزة المناعة النفسية والجسدية مما يجعل المرأة على طريق الصحة والسلامة والوقاية والعافية ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن نزرع الأمل والتفاؤل في النفوس وقديما قالوا قالوا هذه الحكمة تفاؤلوا بالخير تجدوه تفاؤلوا بالخير تجدوه هذه حكمة ذلك لأن التوتر الدائم واليأس والقنوط من مدمرات الصحة النفسية والجسدية الإنسان يا فضل الشيخ محمود حينما يتوتر حينما يحزن كل أجهزة الجسم تعمل تعمل بعنفوان فتكسر إفرازاتها فتربك كمياء الجسم وبالتالي تؤثر على السلامة والصحة النفسية والجسدية التوتر الدائم واليأس والقنوط من مدمرات الصحة النفسية والجسدية كما قلت لحضراتكم تربك أجهزة الجسم وترهقها وتربك إفرازاتها فتحدث بشكل غير طبيعي وبناء عليه تغير كمياء الجسم فتعتل الصحة النفسية ثم تختل الصحة العامة وينكسر القلب ويعيش الإنسان في توطر مستمر وفي إحباط وصراع ومن هنا يكمن سر الإيمان وسر السكينة وسر الرضا والأمل والتفاؤل الذي يضبط إقاع المنظومة الصحية والنفسية والجسدية والعقلية لتعمل بشكل طبيعي وفق التنظيم الدقيق والإعجاز الإلهي الذي خلقه الله عز وجل عليه إن التفاؤل يرفع نظام مناعة الجسم ضد الأمراض التفاؤل جزء من الإيمان فالمؤمن يفرح برحمة ربه جل وعلا وإن يأس فسيكون ناقص الإيمان التفاؤل يمنح الإنسان السعادة في بيته والسعادة في عمله والسعادة مع أصدقائه ويمنحه قدرة على مواجهة مواقف الحياة الصعبة ويجعله أكثر مرونة ويجعله أكثر مرونة في علاقاته الاجتماعية التفاؤل يا دكتور عمر مريح لعمل الدماغ صحيح العلماء بيقولهم سيأتي لدينا فضلت الشيخ ولدينا سادة المشاهدين ولدينا كتاب الله قبل ذلك العلماء بقى في الدراسات العلمية الحديثة بيقولوا التفاؤل مريح جدا لعمل الدماغ فأنت عندما تجلس وتفكر عشر ساعات وأنت متفائل فإن الطاقة التي يبزلها دماغك أقل بكثير من أن تجلس وتتشاؤم لمدة خمس دقائق عشر ساعات عمل للدماغ مع التفاؤل أريح للدماغ من تشاؤم خمس دقائق وهذه الرسالة أرسلها من هنا من هذا المكان المبارك إلى كل سادة المشاهدين حول العالم وبالجملة فإن الدراسات العلمية توصلت إلى أن المتفائلين هم أكثر الناس نجاحا وأكثر الناس إيجابية زي فضلت الشيخ محمود كده وأكثر الناس إيجابية وأكثر الناس تعاونا وأكثر الناس إنجازا وأكثر الناس حكمة وأكثر الناس صحة وأطول الناس أعمارا بإذن الله جل في علا طيب هل يمكن أن نتعلم التفاؤل؟ في عالم جليل اسمه أرون بيك ومؤسس العلاج المعرفي ومن أكثر المعالجين النفسيين تأثيرا في تاريخ علم النفس وهو من أكبر العلماء اللي بيعالجوا بالعلاج المعرفي والسلوكي في العالم بيقول أيوة نعم يمكن تعلم التفاؤل بأن تقرر بأن تنظر إلى الجانب الإيجابي للأمور لأن كثيرا من الأمور في الحياة وربما معظم الأمور لها احتمال سلبي واحتمال إيجابي بإمكانك أن تنظر نحوها سلبيا أو إيجابيا وهو بيضرب مثل بيقول أنا حينما أقرر أن أخرج إلى الشمس وأتشمس فإذا أخرج جبت الكرسي وحطيته في الشمس وخرجت وبعدين المطر نزل فأنا ما بزعلش ليه بقومش أهل الكرسي بتاعي وادخل مكتبي ويعود أكتب المقالات والدراسات بتاعتي وبيقول أيضا لو أنا اتصلت على حد وما ردش عليها في التليفون ما بزعلش بقل تمثل العذر بقول هو مشغول وطالما هو مشغول إبقى ده شيء مفيد وشيء مهم جدا وهو بيعلمنا إزاي نوجه نفسنا نحو الجانب الأفضل والجانب الأحسن فالعلاجه إذن في مسألة موضع التركيز وهذا ما يجب أن نعمل عليه للتركيز والتدريب على الإيجابيات وعلى البهجة وعلى التفاؤل مع حجب العقل عن التركيز في الأمور السلبية وقد أشار معلم الإنسانية عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له طيب كيف نتفائل وما العوامل التي تعيننا على ذلك أولا كسرة ذكر الله عز وجل من أقوى الروابط التي تربط الزاكر بالله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال لنا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لذلك يجب أن نكثر من ذكر الله تعالى بكل جوارحنا بكل جوارحنا ونستحضر عظمته وقدرته وجلاله على الدوام ولا تحسبن عزيز المشاهد الكريم أن الوقت الذي تقضيه في الذكر ضائع كلا كلا بل هو باعث الأمل والعمل في النفوس الهامدة وجابر الخواطر المنكثرة وناثر البذور السكينة في الصدور ومحرك ينابيع الحكمة في العقول وفي القلوب ويا له من خير عميم ثانيا السياحة الدائمة في كتاب الله المصطور الكرآن الكريم والسباحة الدائمة والمستمرة في كتابه المنظور في الكون الفسيح والولوج في محيطات كتاب الله المصطور والغوص في كنوزه كل هذه الأشياء كفيلة بنقل الشخص من معية المكدرات إلى معية رب السماوات مانح الرحمات ثالثا استلهام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يواجه المشكلات والتحديات بالأمل والعمل وقراءة سير الصالحين والسلف الصالح واستقلاص العبر منها رابعا مجالسة الصالحين والطيبين والبعد عن الشخصيات المكتئبة المنفرة باعثة اليأس والإحباط في النفوس والقلوب الباحثة عنه في كل مكان خامسا إسكان كلمات التفاؤل والأمل والبهجة في العقول وفي القلوب لتكون من الكلمات الدارجة والمسموعة على الدوام وإسكانها في البيوت وفي المحصول اللغوي للصغار والشباب فالكلمة الطيبة الصالحة تبعث الإطمئنان والراحة في النفس خاصة في أوقات المحن والأزمات والملمات فتعطي الإنسان بشرى وتخفف عنه آلامه وتبعث فيه الأمل سادسا مجابات وساوس الشيطان بالوضوء ومعية الله والصلاة سابعا اختيار الرفيق الصالح اختيار الرفيق قبل الطريق وأنا طبعا بشكرك على اختيار فضلت الدكتور محمود الصديق العزيز اختيار الرفيق قبل الطريق ذلك أن الطريق طويل وملئ بالتحديات والعفرات وإن الرفيق الصالح هو من يساعدك على إصلاح علاقتك بالله ثم بمفردات الطبيعة والكون على الدوام وأكرم به من رفيق عظيم يجب أن نعض عليه بالنواجز أختم حديثي إلى حضرات السادة المشاهدين وأقول وهكذا فالتفاعل له أنوار وله أسرار كائنة وكامنة فيه ولولا أن الله عز وجل يوفق الناس إليه لساد في النأس اليأس وتمكن منهم القنوط وتغلب على حياتهم الإحباط لا تخف من أي شيء روعك كن مع الله يكن ربي معك وإذا نابك شيء وإذا نابك قرب فاستبر وادع مولاك وجفف أدمعك ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكل من أبدعك واسأل الحمل جنينا في الحشى من رعاك الآن من أشبعك من رعاك الآن من زى أشبعك واسأل البدر مضيئا في الدجا باعسا أنواره ما أروعك واسأل الشطآن عن أمواجها واسأل البحر أتدري من بعك واسأل الصبح تجلى مصفرا بعد ليل حالك من أطلعك سل رسول الله كل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك وهكذا فالمؤمن الحق هو من يعيش يومه متفائلا بلا إفراط ولا تفريط فاللهم أسكن السكينة في قلوبنا وانثر التفاؤل والرضى في عقولنا وفي صدورنا وانشر الرضى في بيوتنا وابزر بزور الخير والحب والإيمان والإخاء في بلادنا وفقنا الله عز وجل للتفاؤل ووفق التفاؤل للعيش معنا وفي قلوبنا وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان ومعين لا ينضب ما شاء الله برك الله فيكم الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد الأبيدي ولا ينسان من الدعاء حيث أنه ميزه الله سبحانه وتعالى بدعاء سلس يدخل القلوب والأبدان وله تيمة شهيرة في هذا الدعاء كما نقول في لغة الإعلام وهذه التيمة لا أريد أن أذكرها وإنما نسمعها جميعا ونستمتع بها بعد كلمته في الدعاء إن شاء الله تفضل السلام الله يكزيك خير استعادة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام للأتمان للأكملان الأشرفان للأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام أسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وبلاد العالمين من كل مكروه وسوء وأن يرفع عنا الوباء وقنا شر الداء وندنا وبلادنا من البلاء والطف بنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أما بعد على استحياء أجلس بين علمين جليلين كبيرين فاضلين أستاذنا الدكتور أحمر علي سليمان شيخي وسيدي أسأل الله أن يحفظك وأن ينفع بكم وأخي وصديقي وحبيبي الدكتور عمر حرب ومع حضرتكم متفائلا بكل التفاؤل صناعة الأمل من الصناعات الثقيلة التي لا يقوى على العمل في هذه الصناعة إلا أصحاب النفوس الراقية الذين يمتلكون فروسية الروح وقوة الإيمان والقلب السليم وهذه الصناعة تحتاج إلى مجموعة من الأدوات أبدأ من حيث انتهى سيدي وأستاذي حيث كان يتحدث عن كيفية صناعة الفأل الحسن وانتهى الكلام بمجالسة الصالحين وقد علمونا من جالس أهل المعاني حتماً لن يعاني وعلى الإنسان أن يجالس أهل الصلاح من باب أن يصلح الله من حاله وأن يأخذ بأيديه إلى الجنة ألم يقل ربنا جل وعلا في القرآن يوم القيامة حينما يدخل هؤلاء إلى الجحيم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الأصل في الإنسان أن يجلس إلى الصالحين فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والصاحب ساحب ومن الأدوات التي ذكرها أستاذنا الذكر وما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر ومن كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره إذن على الإنسان أن يكثر من ذكر الله من باب قوة الإيمان والفأل الحسن وصناعة الأمل إن كل ما يصدر عن الله جميل وعلى المرء أن يرى الجمال في المصائب كما يراه في النعم فليصنع الأمل لقد خاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال له وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أرجو أن نتصور كيف قام نبي الله نوح بصناعة السفينة في بلد يابسة ليس فيها بحق الله أكبر وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه لمن يصنعها وفي أي طريق تمشي وعلى أي شيء ستسير السفينة لكنه كان متعلقاً دربه الذي قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك مرت الأحداث وأصابه شيء من الألم لكنه أصر أن يصنع الأمل في قلب لحظات الألم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أرجو أن نتصور كيف صنع الله جل وعلا بحراً بل طوفان لنبي الله نوح ولقومه في لحظات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا اسمع ربنا قال له إيه واصنع الفلكة بأعيننا وهنا قال له تجري بأعيننا ومن الفأل الحسن أن ربنا تحدث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم الشاهد بالعودة إلى سورة هود التي جاءت فيها سياق الآيات تجد أن المشهد التخيولي للبحر وقال أركبه فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال شوفها دكتور عمر بعد البلد ما كانش فيها بحر الموج أصبح حلو الجبل تخيل بأحضرتك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل القلب المتمسك بالله والقلب المتمسك بعقله سيدنا نوح بقول له كم معنى ولا تكم مع الكافرين قال له لا أنا أستخبر الجبل قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه حال بينهما الموج فكان الولد من المورقين بعد كده ننظر في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدأت القصة برؤية منامية لنبي الله يوسف وهو طفل في سن صغير قال له يا أبتي إني أرى في المنام ذهب إلى أبيه يخبره أنه يرى في المنام إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فقال له يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك لكن أراد الله جل وعلا لنبيه يوسف أن يظهر باب العلم والحكمة قال له وكذلك يجت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك وهنستخدم دي ونعوزة تاني عليم حكيم الله أكبر ودي ممكن ورد الإنسان يستخدمه مع ربنا يا عليم يا حكيم يا عليم يا حكيم يا عليم يا حكيم علمني وارزقني الحكمة والفهم بعد كده بدأ حال أو بدأت خيوط المؤامرة اجتمع الإخوة على نبي الله يوسف يوسف وأرادوا أن يهلكوه أو يقتلوه وانتهى بهم الأمر إلى أن رموه في البئر وجلس في البئر المظلم ينظر في أعماق السماء وفي عمق البئر لكنه يعي ويعلم أن الله لن يضيعه أبدا وإذا بأمين وحي السماء يطمئنه لا تخف إن الله معك الله ويأتي الدلو من عمق الظلام ولم يكن يتخيل أن سيارة تمر ويعطش أهلها ومن فيها ويبحثون عن ماء فيرسلون إليه طوق النجاة والله عطش جند من جنود الله أيوة فيتعلق بهذا الطوق ويخرج إلى النور مرة أخرى من الظلمة الله أكبر وتبدأ حالة كحالة رسم الألب العروج والصعود ثم الهبوط والنزول فيذهب ويباع كعبد بعد أن كان سيدا وابن سيد ثم بعد ذلك يذهب إلى بيت العزيز فيربى فيه على أنه سيد ثم يرحلت المؤامرة النسائية فيرمى في السجن فيدعو ربه ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ثم يأتي الإخوة يريدون أن يحصلوا الطعام والشراب والقمح منه فيعرفهم ويعرف أخاه ويبقيه فيذهب إلى أبيهم ويخبرونه ثم يبكي الأب ويذهب البصر ويقول الأب وهو في أحلك ظروف الألم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ويذهبوا من روح الله إلا القوم الكافر فيروحوا لسيدنا يوسف ويتعرف عليهم وتنتهي الأحداث بقدوم الأب والإخوة والأهل جميعا إلى مصر الآمنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمنة مطمئنة ثم بعد ذلك يجلس نبي الله يوسف ليخبر أباه بما كان فيقول لأبيه هذا قد جعلها ربي حقا صناعة الأمل والفأل الحسن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم في الأول قال له إيه إن ربك عليم حكيم هنا قال له إنه هو حكيم بين العلم وبين الحكمة كانت الرواية اليوسفية الله 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 خذ بالحضرتك كان المصاري اليوسفي في قلب لحظات الألم والأحرف واحدة إلا أن الميم إذا سبقت اللام كانت الصناعة من الصناعات الثقيلة التي يجيدها أهل الإحسان وقد تحدث أستاذنا عن مصطور اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونوه أيضا وألمح إلى الكون المنظور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر ثم ألمح إلى مصاحب حبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله ونذهب إليها حيث ذهب إليه أبي بن كعب وقال له يا رسول الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك فما أجعل من صلاتي لك أجعل لك الرب قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك النصف قال ما شئت وإن أجعل لك الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل صلاتي كلها لك قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك صلاة والسلام فتنتهي الهموم وتنقضي الديون وتنشرح الصدور وترفع القيود ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله واللهم صلي صلاة الرضا والكمال والجمال والجلال على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أسهل الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز وقل لو كان كذا وكذا فعلت كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح وعمل الشيطان مصر النهاردة بتصنع صناعة جديدة نحو ربط التاريخ وعبق الماضي الجميل وراث المصر الأصيل بالحاضر والمستقبل وتذهب نحو التنمية وطوير والتجديد بتنمية المباني وتنمية المعاني أما تنمية المباني فببناء الوطن وتشييده والطرق والمباني والأماكن والقضاء على العشوائيات والقضاء على المرض ومواجهة الفقر ومواجهة البطالة وأما تنمية المعاني فبمكارم الأخلاق الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهذا دورنا وإذا كنا نبحث عن تجديد للخطاب الديني في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأوطان فإننا في وزارة الأوقاف نسعى بسعي حثيث نحو الانتقال من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية ومن الخطاب الموحد الفردي إلى الخطاب الجماعي الذي ينهض بالوطن وبالأمة وبعموم العالم وندعو الله تعالى أن يكبر عن العالمين أما بعد فإن الإنسان يطور بفكره إذا تطور وتمسك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصل فإذا اتصل وصل وإن وصل كان عند ربه من المقربين أو من المخبتين أو من المستغفرين أو من الشاكرين أو من الساجدين ونحن في رمضان قد فتحت لنا أبواب المساجد وصلينا القيام وبدأنا العودة إلى صلاة الجامعة وفي بعض المساجد الكبرى فتحت أبواب وشكر الله جل وعلا على النعمة من جنسها فنحرص على العافية قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أعطي الإنسان شيئا بعد اليقين خير من العافية فاسأل الله العافية وأسأل المولى تبارك وتعالى بمنهجي ومنطوق سيدنا رسول الله اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سعافني في بصري اللهم عافني في وطني وارزقنا الأمن والأمانة في الأوطار نحن نستمع الآن لدعاء فضلتك نختتم به هذا اللقاء أنا سأشكر الضيفين الكريمين ويكون دعاء فضيلة الدكتور الشيخ محمود محمد الأبيدي خمس دقائق يكون هو حسن الختام أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو بمصر وعضو المؤرخين العرب بارك الله فيكم شكرا ونفع الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد الأبيدي شكر الله لكم وجعل كل هذا في ميزان حسنتكم أمين والميزان أيضا معكم خمس دقائق وندعو مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد الأبيدي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصرف عنا برحمتك شر ما قضيين واصرف عنا الوباء وقنا شر الداء ونجنا وبلادنا من البلاء ألطف بنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وشلاد العالمين وصب على أهل مصر الخير صبا اللهم اجمع شملنا ووحض صفوفنا لأمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا ولا تخيب رجاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم كما جمعتنا طاعتك اجمعنا مع سيدنا رسول الله في جنمتك ومستقر رحمتك اللهم اكتب لنا زيارة عاجلة إلى بيتك الحرام وأذلنا بالحج وبالوقوف على جبل عرفات هذا العام ومتعنا برؤية الحبيب المصطفى هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين واجعلنا للمتقين إماما وارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا اللهم يا عالم السر لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الوكن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي الله وصحبه وسلم اللهم عليها الصلاة والسلام عليها الصلاة والسلام لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الوكن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي الله وصحبه وسلم يا رب المشعر حبه وسلم يا رب الملوان يا رب المشعر يا رب المشعر حبيبك المصطفى يا رب المتركب اشتركوا في القناة